بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب العزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا شابتر 13 Introduction to Gears وبنتكلم على Forms of Teeth أو البروفايل بتاع السنة بالطبع السنة هنا بتاخد Curvature السنة بتاعت الترس من الجانب بتاخد Curvature ما هيش Flat Surface ما هيش مسطح ليه؟ لأن ده بيساعد في حالة التعشيق مع سنة أخرى أنه يحصل Rolling ما بين الاتنين Rolling معنى إيه؟ تدحرج تدحرج لسنة الكرفيتشر تو كرفيتشرز هيتدحرجوا على بعض طيب الميزة في أن التدحرج إنه عندي Rolling هيحصل عنده Rolling Friction Rolling Friction أو احتكاك Friction أو احتكاك تدحرجي النوع ده أخف بكتير جدا من Sliding Friction من الاحتكاك الإنزلاقي نضرب مثال على كده لو عندي جزء من مكينة عايز أحركه مثلا في الاتجاه ده على الأرض مباشرة هنا ببدو القوة كبيرة جدا أو باور عالية عشان أحركه وفي حين إن أنا لو استعنت بـ Rollers استوانات بالشكل ده كده هيبقى سهل عملية الحركة وده طبعا الحالة ديت اللي هي موجود فيها Rolling Friction Friction والحالة التانية ديت اللي هو فيها Sliding Friction طيب الكارف الجانيبي ده أو البروفيل بتاع السنة ده بينشأ من حالتين أول حاجة Cycloid Teeth أو Cycloid Curve Where Cycloid is the curve traced by a point on the circumference of a circle which rolls without slipping on the fixed path لو تخيلنا مثلا عندنا السطح ده كده وعندنا الدايرة دي بتعمل Rolling عليه بتتضحرج في الاتجاه ده وحددنا نقطة عليها هنلاحظ إن النقطة دي بتعمل Trace أو بترسم المسار ده أثناء الحركة بتاعته ولو عكسنا من الناحية التانية هنلاقي إن السيركل دي بتعمل Trace من الناحية التانية ده اللي احنا بنقول عليه Cycloid Curve ده طبعا بيحصل Rolling على خط مستقيم أما لو الخط ده جزء من محيط دايرة هيحصل إن السيكلود هيبقى بالشكل ده من هنا وبالشكل ده من هنا وبالنحية المخالفة بالشكل ده ده Cycloid Curve النوع التاني عندي اللي هو l-involute curve أو اللي احنا بنسميه l-involute teeth او الشكل الجانيبي للسنة وال-involute ده بينتق من إيه The Involute of a circle is a plane curve generated by a point on a tangent which rolls on the circle without slipping أيضا بتعمل Rolling بدون انزلاق طيب خلني نبسطها شوية كده أنا أعتبر إن ده بكرت خيط وأنا مسكت الطرف بتاع الخيط من هنا وحفظت عليه مشدود وأنا بعمل بفك الخيط هنا كده فهيروح عامل trace للكيرف ده الكيرف ده هو اللي أنا بسميه l-involute curve ودول النوعين اللي احنا بنستخدمهم في الـ profile بتاع السنة وبنكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر